اختتمت فعاليات المعسكر الصيفي الرابع عشر بتنظيم من الأكاديمية الملكية للشرطة وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين ويمثل المعسكر الصيفي محطة مهمة لإعداد شباب المستقبل ويعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الموطنة بحريننا اختتمت بنجاح الأكاديمية الملكية للشرطة والشرطة بوزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين فعاليات المعسكر الصيفي السنوي في نسخته الرابعة عشر من خلال قائمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية وتكسب المشاركين العديد من الخبرات وهو ما يتم متفعيلا لمبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة كانت المعسكر فعالياته متنوعة وان شاء الله تكون مفيدة لجميع الطلبة فعالياته كانت بين ورش وزيارات وإضافة إلى برامج ترفيه وبرامج رياضية كانت تستهدف في الأساس قيم المواطنة والانتماء إضافة إلى تقبل الآخرين والتعايش استهدف كذلك المعسكر المهارات الحياتية والقيادية ومهارات الاستعداد للمستقبل استهدف كذلك هذا المعسكر بشكل عام القضايا التي تهم مملكة البحرين كالقضايا البيئية والقضايا المجتمعية ومن خلال هذا المعسكر نفذنا العديد من الأنشطة التي تستهدف تعزيز المسؤولي الاجتماعي لدى المشاركين فقمنا بالعديد من الحملات البيئية إضافة إلى رسم الجداريات التي تتربط المشاركين بمجتمعها وهكذا فإن المعسكر الصيفي جاء متضمنا للعديد من الأهداف المتنوعة والمتميزة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات الشبابية وإكسابهم المهارات وتكوين جيل ذو شخصية بناء في المجتمع لدعم روح الولاء والانتماء الوطني اشتركوا في القناة